أولادي موجودة عندي في البيت ومن مشاكل الزراعة ومخسر الزراعة بيشتغلوا معي في المزرعة لأنني مش قادر أعلمهم في الجماعة حاتفي عندي ابن اسمه محمد كان حاب يتعلم لغة انجليزية تخصص لغة انجليزية يعني مش مرتاح نفسيا لأنه من حقه أنه هو يتعلم ويأخذ البدية بالتعليم في الحياة ومش قادر أوفر له هاي الشغل رجدة حبيب سكان الجفتلك عضو مجلس عندي قرب تقريباً 200 دولوم أنا حالياً بنقلت الماء أو شوح الماء قاعد بزرع 40 دولوم لمجال الحياة أو للرزق مش مليها صلي أربع سنوات قاعد بعمل بوراق عشان أخذ تههيل للبير أو تنظيف للبير ولحد الآن بجيين الرد إذا أنا بعطوني إذن أن نظف البير أو أزبط البير أهله ثاني مرة طبعاً بقدر أزرع وأزيد مساحة الزراع عندي وهاي كلها تهدف للتهجير الغير مباشر أنه أنا أزهق من الأرض أو أنه ما أكملش فيها شغول وأطلع من هنا إقبالي مستعمرة أو مستوطنة إلى أنه كل الظروف متهيائلة إلى أنه طريق في المزرعة إلى أنه مزرعته عنده مي مش طبيعية وأنا عندي القدرة عشاني أو ذبلاني من شوح المياه أنا ما بتمنى الأولاد يكونوا مزرعين بتمنى الأولاد أنهم يدرسوا وكملوا تعليمهم في الحياة أو فكولوشي ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا